اشتركوا في القناة اهتمام أبوي كبير للأيتام في مملكة البحرين مثمنا سموه حرص جلالته على أن يحظى الجميع بحياة كريمة مستقرة كما أشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حيث تولي اهتماما كبيرا لكل ما تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لصالح الأيتام وتسعى كافة وزارات الدولة لتسهيل كل الخدمات وتذليل كل الصعوبات من أجل الارتقاء بعمل المؤسسة من جانبه يكد ألمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية سعدت الشيخ علي بن خليفة الخليفة أن المؤسسة دابت منذ تأسيسها على توفير كافة أشكال الرعاية للأيتام إلى جانب تدريبهم على الكثير من المهارات لمساندتهم في تحقيق مشاريع خاصة تمكنهم من زيادة دخلهم مضيفا أن المؤسسة تقوم بتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية مع العديد من الجهات لتوفير المزيد من الخدمات كما تسعى إلى تحقيق بنية مالية استثمارية تضمن استمرارية عمل هذا الكيان الإنساني الكبير لتقديم العون والمساعدة لجميع المحتاجين في مملكتنا الغالية وإغاثة المنكوبين من الشعوب والدول الشقيقة والصديقة